الريس سافر الولايات المتحدة الامريكية تحديدا لواشنطن العاصمة في اطار الاجتماع الشهير الكبير انه القمة الامريكية الافريقية وبطبيعة الحال الرئيس المصري منذ ان تولت مصر رئاسة الاتحاد الافريقي في 2019 فدورت 2019 وطبعا في هذه الحال الرئيس جمهورية مصر العربية ريسنا ربنا يا ربي يسدد خطاك ويوفقك ويكرمك ويرجعك لينا جبر خواطرنا بإذن الله سبحانه وتعالى والله العظيم مهم فبطبيعة الحال زي ما كنت بقول لكم من 2019 بدأت افريقيا وهي تحت رئاسة جمهورية مصر العربية بتتحرك كوحدة واحدة يعني ما بتتحركش 54 دولة منفصلة لا افريقيا بتتحرك دلوقتي من 2019 يعني 2019 كلها 20 21 ودي 22 اربع سنين افريقيا بتتحرك كوحدة اتحاد افريقي امام المجتمع الدولي وده مختلف بالكلية عما سبق عام 2019 اي ما بين قصين يختلف بالكلية عما كان يسبق رئاسة مصر للاتحاد في عام 2019 السعيد بالمناسبة 19 ذلك كان فيه حاجات حلوة قوي جدا في الاقتصاد وما الى ذلك وبإذن الله ربنا هيفرجها قوي قولوا ان شاء الله على كل طيب هل ده معناه انه الرئيس سوف يجلس مع بقية الزعماء الافارقة مع جو بايدن والادارة الامريكية فقط ولا كمان يبقى فيه اجتماعات متعلقة بمصر بالمناسبة واي دولة هتعمل ده يعني هتلاقي اكيد الكاميرا بتعمل كده السنغال بتعمل كده جنوب افريقيا بتعمل كده بس الفارق الحقيقة انه الرئيس السيسي عندما يجلس مع اي زعيم في العالم مع اي قيادة في اي محفل دولي او زي النهاردة لما كان قاعد مع قيادات الحزب الجمهوري على سبيل المثال او قيادات النواب الجمهوريين يعني فعندما يتحدث ولا يتحدث عن مصر فقط يتحدث عن مصر يتحدث عن افريقيا يتحدث عن المنطقة العربية وبطبيعة الحال وكما اعلنها الرئيس السيسي مرارا وتكرارا قضيتنا المركزية هي قضية الصراع العربي الصيوني في الشرق الاوسط عاوزين نجد حل عادل طيب هنا لازم تقعد تفكر الرئيس وملفاته الكثيرة وبالمناسبة يعني طاولة الرئيس متخمة بالملفات تعال نعد نعد ملف الفلسطيني ده واحد بالتأكيد الملف العراقي واستقرار العراق بالتأكيد الملفات المتعلقة بالاقتصاد الافريقي بشكل عام بالتأكيد حديث عن المتغيرات المناخية استكمالا لما تم في شرم الشيخ القمة العالمية للمناخسة بتاعة شرم الشيخ قمة 27 كوب 27 هناك بقى العديد من الملفات العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية العلاقات السياسية المصرية الامريكية وكذا الحال خدها بقى على افريقيا خدها وايضا على المنطقة العربية ككل هكذا تعودنا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يذهب الى اي اجتماع او الى اي محفل دولي ويتحدث فقط عن مصر لا بيتحدث عشان كده انا قلتلك الكلام ده من حوالي شهر قلتلك ركز الرئيس عمليا دي وجهة نظر انا انا بس حلو اعتقد في ناس كتير ممكن تكون متفق الرئيس عمليا دون ان يرغب دون ان ينوي دون ان يذهب دون ان يتهافت هو يصل الى الزعيمة يتحدث باعتباره زعيم مش لانه هو عاوز كده لكن لانه يحمل هذه الهموم هموم المنطقة مصر هي الدولة الاهم والاكبر هموم افريقيا كذا هو الحال وبالتأكيد الهم المصري بالتأكيد دعيب ترجمة نانسي قنقر